اشتركوا في القناة للتعليم عن بول اليوم درسنا عن الاسماء قبل ان نتكلم عن الاسماء يجب ان نعرف او نتعرف على الاسم ما هو الاسم هو عبارة عن كلمة تسمية لأي شيء تسمي أو تطلق حيوانات حيوانات أشخاص 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 عواطف وأفكار ومشاعر أشخاص 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 الآن نريد أن نتحدث عن الاسماء العامة أو بشكل عام الاسماء العامة التي تشير أو تدل على اسماء بشكل عام يعني دون تخصيص يعني مثلا common noun boy boy هو اسم عام أما ال proper noun اسم الخاص نقول أحمد هذا اسم خاص حسنا الآن نحن نتحدث عن صنفنا noun 4 5 categories إلى خمس مجموعات people أشخاص أشخاص انظر father أب mother teacher pilot أو pilot nurse وهنا money money nouns هناك العديد من الأسماء في هذه المجموعة في هذه المجموعة المجموعة الثانية المجموعة الثانية places تدل على اسماء الأماكن تدل على اسماء الأماكن school house airport مطار garden zoo there are many nouns about places there are many nouns of places هناك الكثير من الأسماء عن الأماكن third group المجموعة الثالثة about animals about animals عن الحيوانات like lion cat elephant dog and there are many nouns of animals هناك الكثير من الأسماء عن الحيوانات fourth group about things عن الأشياء things refer to the noun of thing تدل على اسم شيء like car pen bus ruler window door and there are many nouns about things هناك العديد من الأسماء عن الأشياء and last group about ideas or emotions about ideas or emotions about ideas about ideas or emotions there are happiness happiness sadness sadness love love hope okay that's all about our lesson today and finally there are exercise about the lesson of this credits classify صنف هذه الأسماء في الجدول المناسب درجة زو نمر 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 محر نمر نمر وعلى أبطوان وانا بانتظاركم إن شاء الله كل يوم بين الساعة السادسة والثامنة مساءً لاستقبال أسئاليتكم وبارك الله بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا